ماتيور بلاد سيلز خلايا الدم الناضجة ما هي خلايا الدم؟ هي خلايا يتم إنتاجها من خلال تكون الدم وتوجد بشكل رئيسي في الدم وتنقسم إلى كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء وصفائح دموية تنشأ جميع خلايا الدم ضمن نقي العظم من نوع واحد من الخلايا غير المتخصصة تدعى الخلايا الجذعية وعندما تنقسم الخلية الجذعية تصبح في البداية كرية حمراء أو كرية بيضاء غير ناضجة أو خلية منتجة للصفائحة الدموية ثم تنقسم الخلية غير ناضجة وتنضج أكثر وتصبح في نهاية المطاف كرية حمراء أو بيضاء ناضجة أو صفائحة أولاً كريات الدم الحمراء إريثروسايتس وتكون نحو 40% من حجم الدم وتحتوي هذه الكريات على الهيموغلوبين وهو بروتين يعطي الدم لونه الأحمر ويمكنه من حمل الأكسوجين من الرئتين وإيصاله إلى أنسجة الجسم كافة تتشكل كرة الدم الحمراء في نخاع العظم الأحمر من الخلايا الجذعية المكونة للدم في عملية تعرف باسم تكون الكريات الحمر إريثروبويسس يتم إنتاج حوالي 2.4 مليون كرات دم حمراء في كل ثانية ويبلغ عدد كرة الدم الحمراء العادية 4.5 إلى 5 ملايين لكل متر مكعب خلايا الدم الحمراء لها عمر حوالي 100 إلى 120 يوماً وبعد انتهاء عمرها يتم إخراجها من مجرى الدم عن طريق اتحال تعتبر خلايا الدم الحمراء الناضجة فريدة بين الخلايا في جسم الإنسان من حيث إنها تفتقر إلى النواة وعندما يكون محتوى أنسجة الجسم من الأكسوجين منخفضاً أو ينقص عدد كريات الدم الحمراء تقوم الكلا بإنتاج وأطلاق الإريثروبويتين وهو هرمون ينبه نقي العظم لإنتاج المزيد من كريات الدم الحمراء الناضجة كما ينتج نقي العظم ويطلق المزيد من كريات الدم البيضاء استجابة للعدوى وينتج ويطلق المزيد من الصفائح الدموية استجابة للنزف ثانياً كريات الدم البيضاء ليكوسايتس وهي أقل عدداً من كريات الدم الحمراء بنسبة كرية بيضاء واحدة تقريباً لكل ستمائة إلى سبعمائة كرية حمراء خلايا الدم البيضاء هي خلايا الجهاز المناعي المشاركة في الدفاع عن الجسم ضد الأمراض المعدية والمواد الغريبة ويتم إنتاجها واستخلاصها من خلايا متعددة القوة في النخاع العظمي تعرف باسم الخلايا الجذعية المكونة للدم ويمكن العثور على الكريات البيض في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الدم والجهاز اللنفاوي وتشكل هذه الخلايا حوالي واحد بالمئة من حجم الدم ثالثاً الصفيحات ثرومبوسايتس وهي جزيئات شبيهة بالخلايا تكون أصغر من كريات الدم الحمراء والبيضاء وهي أقل عدداً من الكريات الحمراء بنسبة صفيحة واحدة لكل عشرين كرية حمراء تقريباً تساهم الصفيحات في عملية التخثر من خلال التجمع عند موضع النزف والتلاسق مع بعضها بعضاً لتشكيل سدادة تساعد على إغلاق لعاء الدموي وأخيراً يخضع معدل إنتاج خلايا الدم إلى ما يحتاج إليه الجسم فخلايا الدم الطبيعية تبقى لفترة زمنية محدودة حيث تتراوح ما بين بضع ساعات إلى بضعة أيام بالنسبة لكريات الدم البيض وحتى مائة وعشرين يوماً لكريات الدم الحمراء وينبغي استبدالها باستمرار ولكن يمكن أن تؤدي بعض الظروف أو الحالات إلى تحريض المزيد من إنتاج خلايا الدم ترجمة نانسي قنقر